اهلا بكم من جديد انوان الفيديو بتاعنا النهاردة محمد سامي انا مش نومبر ون وقصك في موهبة مراتي في حوار صريح ومسير تناول المخرج محمد سامي خلال لقاء فبدقص تحكاوي مع امل الحناوي العديد من المحاور المتعلقة بمسارته الفنية وعلاقته من جوم الصف الاول وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان كما تحدث محمد سامي عن رؤيته المفهوم نومبر ون في الاخراج وكواليس اعماله الجديدة فضلا عن تلقيبه بافضل مخرج في مصر اكد المخرج محمد سامي ان نجاح محمد رمضان لم يكن مرتبطا فقط بمسلسل الاسطورة مشيرا الى ان رمضان حقق شهرة كبيرة جدا قبل ذلك من خلال مسلسل ابن حلال واضاف كمان محمد رمضان ممثل مميز ولداه كارزمة قوية وانا قدمت معاه اعمال نجحة كتير لكن هذا لا يعني انني سبب شهرته دافتا الا انه بيمتلك قاعدة جماهرية واسعة من خلال اعماله المتنوعة بين الاغاني والافلام وعند سؤاله عن لقب نومبر ون في الاخراج اوضح المخرج محمد سامي ان السوق والجماهير هما الفيصل في تحديد هذا اللقب قائلا لا يمكن ان اطلق على نفسي لقب نومبر ون في ظل وجود مخرجين عمال قامسل شريف عرفة وطارق الاريان انا ما زلت اطمح لتحقيق نجاحات جديدة في المسلسلات القصيرة والسلمة واعرب محمد سامي ايضا عن اعجابه بالمخرجة كاملة وذكري مؤكدا عيب اقول ان نومبر ون وكاملة وذكري موجودة فهي مخرجة كبيرة ومؤسرة وعلى سعيد اخر قال محمد سامي ان سيشارك في المرسن الرمضان المقبل بعمل مميز يحمل اسم اش اش مكون من 30 حلقة من تأليف واخراجه وبطول اتكلم من مي وعمر وماجد المصري وهلا صدقي وادوارد وانتصار ودينة وإيهاب فاهمي ومحمد الشرنوبي وعلاق مرسي واوضح محمد سامي ان نجاح مسلسله السابق نعمل افوكاتو ساهم في نقل الفنانة مي وعمر الى مرحلة فنية مختلفة مضيفا مي وعمر الان في مرحلة جديدة ولانني قصق في موهبتها اقترحت ان اكون مخرجا لمسلسلها الجديد وقال المسلسل الجديد يحظى باهتمام كبير نظرا لنجاح اعمالها السابقة على مستوى مصر والوطن العربي كان نشاطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدول ومقطع فيديو للمخرج محمد سامي من كواليس تصوير مسلسله ايش ايش حيث ظهر وهو يحاول السيطرة على موقع التصوير ما دفعه لتعنيف العاملين بقوله مش عايز اسمع صوت حد في اللوكيشن وحاول الفنان ماجد المصري التدخل وتهديئة الوضع بين محمد سامي والعملين الذي انفعل عليه ليصدمه المخرج برد فعل وضعه في موقف محرج بقوله استنى انت يا ماجد استنى بس والموقف ده طبعا بيبين عصبية المخرج محمد سامي اثناء الشغل بعندوش هزار في الشغل وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة وتحياتي ليكم